شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين طاعة الكتابة الرحمن وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق الله العلي العظيم الأحكام التكليفية يمكن لنا أن نصنفها ضمن مجموعتين المجموعة الأولى مجموعة الأحكام الاقتضائية والمجموعة الثانية مجموعة الأحكام اللا اقتضائية الأحكام الاقتضائية هي التي تنطوي على بعد الحتمية يعني لا بد للمكلف أن ينبعث وفق ذلك البعث المولوي ولا بد له أن ينزجر وفق ذلك الزجر المولوي هذا النوع من الأحكام يسمى بالأحكام الاقتضائية ولا يحق لأي مكلف أن يتخلف عن هذه الأحكام الاقتضائية صوم شهر رمضان حكم مولوي اقتضائي لا يمكن للمكلف الجامع للشرائط أن يعتذر عن صوم شهر رمضان الربا حكم مولوي اقتضائي لا يمكن لأحد أن يتخطى هذا الحكم الشرعي النوع الثاني الأحكام اللا اقتضائية الأحكام اللا اقتضائية ما فيها حتمية ماكو هنالك جبر وماكو هنالك إلجاء تكليفي ولكن توجد هنالك أولوية يعني الأفضل لك أيها المكلف أن تعمل هذا العمل الأفضل لك أيها المكلف أن لا تعمل هذا العمل هذا يطلق عليه بالحكم اللا اقتضائي هذه الأحكام اللا اقتضائية طبعا من الواضح لدينا جميعا أنها لا تنبعث عن إرادة جزافية يعني المشرع مشرع حكيم عندما يأمر بشيء أو ينهى بشيء ولو كان على سبيل الأولوية قطعا أكو هنالك ملاكات معينة وراء هذا التقنين لابد أن هنالك مصالح ومفاسد واقعية هي التي فرضت هذا البعث أو فرضت ذلك الزجر احنا كلامنا في هذا اليوم حول هذه الملاكات ما هي تلك الملاكات التي تحتوي عليها الأحكام اللا اقتضائية الحقيقة هذه الأحكام لها ملاكات متعددة ولكننا نشير على سبيل الاحتمال إلى بعض الأبعاد البعد الأول هو البعد الصحي هذه الأحكام كلها ترتبط بالسلامة الجسدية لكل فرد يعني مجموعة من هذه الأحكام إذا أردنا أن نكون سليمين من الناحية الصحية يجب أن نتبع هذه الأحكام مثلاً مثلاً أنتوا الآن لاحظوا في أعمال شهر رجب في أعمال شهر شعبان في أعمال شهر رمضان المبارك هذه الأشهر الثلاثة ربيع الأحكام اللا اقتضائية الربيع الأحكام التي يسوقها المولى لنا على سبيل الأفضلية والأولوية أنتوا لاحظوا من جملة المستحبات الغسل الآن الغسل عندنا شيء عادي إحنا المسلمين ولكن أنتوا لاحظوا الأجواء التي جاء فيها الإسلام الغسل ما كان إلى مفهوم مو فقط في ذلك الوقت أنتوا لاحظوا تاريخ الغر حتى في القرون الوسطى الغسل ما كان إلى مفهوم النظافة ما كانت شيئاً متداولاً ولذلك الأمراض الأوبئة كانت تأتي وتفتك بالغربيين في القرون الوسطى مناهج وقائية ما كانت عدهم مناهج علاجية ما كانت عدهم منتهى القضية كانوا يلجأون في حالات الأوبئة العامة إلى الكنائس هذا هو كانوا يقولون أن المرض عقوبة من الله وإحنا حلنا الوحيد أن نلجأ إلى الله هذا هو في القرن الرابع عشر اقرأوا التواريخ اللي كتبها نفس الغربيين اجتاح وباء البلاد الغربية الغربيين لم يصنعوا شيئاً ما عندهم مناهج لا مناهج وقائية ولا مناهج علاجية بينما هذه الأوبئة هذه الأمراض لم تكن تجد لها أثراً في البلاد الإسلامية هذا يعود إلى هذه المناهج التي وضعها الشارع ليلة أول رجب يوجد هنالك غسل في اليوم الأول من رجب يوجد هنالك غسل ليلة النصف من رجب أيضاً يوم النصف من رجب أيضاً اليوم الأخير من رجب أيضاً هنالك غسل هذا الشيء في صالح السلامة الاجتماعية العامة بعض المحققين يقولون بأنه قاموا باستقصاء للأغسال الواجبة والمندوبة الموجودة في الدين فوجدوا أنها تقريباً في كل عام كم واحد مية وثمانين غسل في كل سنة يعني بمعدل في كل يومين غسل واحد وهذا المنهج غسل واحد في كل يومين أفضل منهج صحي وصل إليه العلم إلى الآن أفضل منهج صحي الغسل في كل يومين مرة واحدة إذا تردون كلمات العلماء وأقوال العلماء والتحليل العلمي لهذه القضية راجعوا كتاب أولين دانشقاح في هذا الكتاب يثبت أن هذا المنهج أفضل منهج وصل إليه العلم إلى هذه اللحظة هذا البعد الأول هذه الأحكام هذه المكروهات هذه المندوبات لها أبعاد صحية البعد الثاني البعد الاجتماعي نحن في علاقاتنا الاجتماعية إذا أردنا أن تكون هذه العلاقات علاقات متينة علاقات سليمة في المجتمع الكبير أو في المجتمع الصغير يعني العائلة هذه المندوبات وهذه المكروهات واحد لا يقول شنو قيمة المندوب شنو قيمة المكروح هو نفس هذا المندوب يبني أفضل أنواع العلاقات الاجتماعية حقيقة إحنا المسلمين إذا كانت مناهجنا فيها هذه الأحكام مو أنه فقط كنا نتقيد بالواجبات لكانت علاقاتنا الاجتماعية العلاقات الأخوية العلاقات العائلية على أفضل ما يكون ما كنت تجد في العائلة مشكلة واحدة الآن أضرب لكم مثال بسيط جدا لأن الإسلام كيف نهتم بهذه العلاقات من خلال أحكامه اللا اقتضائية في هذا الشهر وشهر شعبان وشهر رمضان نحن نصوم طبعا في هذين الشهرين نصومه ندبا الدين واضح أن الصيام كم له من الأجر عند الله كيف أن الصوم يطفئ غضب الرب ولكن لاحظوا هذه القضية البسيطة في الفقه أنت صائم الله يدعوك إلى الصيام النبي صلى الله عليه وآله يدعوك إلى الصيام ولكن مؤمن يأتي ويقدم لك الشاي ما يحتاج يدعوك إلى بيته لا يقدم لك شاي يقدم لك تمرح الله يدعوك إلى الصوم والمؤمن يدعوك إلى الإفطار تقدم دعوة الله أو تقدم دعوة المؤمن الله نفسه النبي نفسه يقول ولو أنا دعوتك إلى الصوم ولكن أجب دعوة المؤمن المؤمن إلى كرامة لا ترد كلمته المؤمن يفترض إذا قال شيئا أن تفعل ذلك الشيء الله والرسول يقول أجب دعوة هذا العبد المؤمن حتى إذا قبل المغرب بخمس دقائق مو فقط يقول أجب أنت إذا صمت اليوم أنت صايم زوجتك قالت اتفضل وأكل ما أكلت لك الثواب صوم يوم واحد ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك وأكلت الله يعطيك ثواب صيام عشرة أيام لاحظوا هذه الالتفاتة وأعجب من ذلك إذا أجبت الدعوة ولم تقل له إني صائم ما قلت له قالت اتفضل أنت ما أكلت الله يكتب لك ثواب صيام سنة كاملة طبعا الناس ما يقبلون هذا الخكم يعني صعب عليهم تنفيذ هذا الخكم يصور لا أنه إذا صام ثواب أكثر هذه روايات موجودة في وسائل الشيعة وموجودة في كل كتبنا الفقهية المطولة والروايات مذكورة عن المعصومين صلوات الله عليه هذا مستحب ولكن هذا المستحب وأمثال من المستحبات تبني مجتمع مترابط متماسك كلمة المؤمن لا ترد كلمة المؤمن لا ترمها على الأرض تحبب إلى أقيك المؤمن حقيقة إذا هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء في كتاب الآداب والسنن في كتاب النكاح في كتاب النفقات إذا كانت موجودة عذن حقيقة كانت العلاقات الاجتماعية على أفضل ما يكون البعد الأول البعد الصحي البعد الثاني البعد الاجتماعي والبعد الثالث البعد الروحي شنو معنى البعد الروحي انتوا لاحظوا أكو هناك مطلب وهذا المطلب أن توجه النفس يشكل حقيقة النفس النفس إذا توجهت إلى المادة توجهت إلى المال توجهت إلى الدنيا توجهت إلى هذه الأشياء العادية المادية هذه النفس تصبح نفسا منحطة النفس اللي مرتبطة بالمال فكرها من الصبح إلى الليل المال هذه النفس تصبح نفسا منحطة كل ارتباط أنا أؤكد على هذه الكلمة كل ارتباط بالاستثناء بالمادة يسبب ضعف النفس وانحطاط النفس حتى إذا مجبور واحد مجبور يرتبط بالمادة ولكن نفس هذا القدر من الارتباط بالمادة يسبب ضعف النفس النفس عبر هذه المستحبات عبر هذه المندوبات عبر هذه الصلوات والصيام التي تجدونها في كتب الأدعية عندما ترتبط بالكمال المطلق تصبح ظلا لذلك الكمال المطلق نحن ما يمكن أن نكون كمالا مطلقا هذا شيء واضح ولكن كل من تشلنا أنفسنا من المادة وربطنا فكرنا ونفسنا وتوجهنا بالكمال المطلق بذلك القدر نصبح ظل للكمال المطلق الكمال المطلق يعني شنو؟ يعني النزاهة المطلقة سبحان ربي العظيم سبحان يعني شنو؟ يعني أنزه الله تنزيح مطلق الله سبحانه وتعالى ما في نقص إذا توجهت طيلة يومك أو بالقدر الممكن إلى الله سبحانه وتعالى عبر الذكر عبر الدعاء عبر صلوات هذه الليالي تصبح ظلا لتلك النزاهة المطلقة صفات الشر الحسد الحقد هذه الأدران الخلقية تبتعد عنك بذلك المقدار الكمال المطلق يعني العلم المطلق بقدر ما تتوجه إلى الله تصبح ظلا للعلم المطلق ما سمعت من الخطباء حفظهم الله في هذه الأيام كلمة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه للسيدة زينب شنو قال لها أنتي عالمة غير معلمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة هذا من أين يأتي هذا الظل العلم المطلق ظل العلم المطلق يتكون بالارتباط بذلك المطلق وهو الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق يعني القدرة المطلقة إذا ارتبط الإنسان بذلك المطلق يصبح ظلا لتلك القدرة المطلقة عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون واحد من الصلحاء رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام قال القدماء نسمع عنهم كانت عندهم كرامات المقدس الأردبيلي كان كذا الشيخ كان كذا فلان كان كذا حتى أفراد عاديين كانوا كذلك ليش إحنا ما عدنا هذه الكرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المنام لأن انتو عدكم أربعة أحكام واجب حرام ما يخالف واجب افعل حرام ما تفعلون ولكن هذا مستحاب وطرقه هذا مكروه مو مهم أكل الجبن صباحا مكروه كل يوم إحنا ناكل جبن مو مهم ولكن القدماء كان لهم حكمان كان لهم حكمان افعل ولا تفعل كل شيء قاله الله افعل بعد مو مهم يكون مستحب أو مكروه افعل مستحب أو واجب افعله إذا الله قال لا تفعل لا يفعلون لا يفعلون مو مهم أن يكون حراما أو مكروها انتو عدكم أربعة أحكام واجب حرام مكروه مستحب القدماء حكميا كان عدهم افعل ولا تفعل السيد عبدالهادي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه كان من كبار العلماء واحد من الشيبة اللي كانوا موجودين هنا يقول ذهبت إليه حقيقة عالم اللي رأوه كان مثالا للزهد والتقوى يقول سألته عن المرزى مهدي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه قلت أنا أريد أقلد هذا العالم هل يجوز لي أن أقلد هذا العالم قال لي قلده قلت أقلدك لا أقلده فقال لي قلده أنا خمسة وعشرين عام عشت معه في مكان واحد ولم أرى منه مكروها قط خمسة وعشرين سنة هذا معناته شنو معناته حكمياً أكو افعل ولا تفعل إنهم بين الطلوعين مكروح هذا المكروح ما كانوا يفعلونه أما إحنا نقول مو مهم مكروح افعله واحد أنقل هذه القضية بواسطتين الكلام أن النفس إذا ارتبطت بالمطلق وهو الله سبحانه وتعالى تصبح ظلاً لذلك المطلق في علمها وقدرتها وكل صفة من صفاتها الممكنة يقول كنت في طهران القضية لعلها قضية قبل ثلاثين عام أو أكثر كنت واقف وانتظر سيارة تحملني إلى مكان بعيد سيارات تأتي هو رجل دين ومعه شخص آخر سيارات تأتي وتمر ولا تتوقف يقول أنا حوالي نصف ساعة واقف في شوارع طهران ولا تتوقف لي سيارة في هذه الأثناء جاء السيارة وتوقفت تفضل شيخنا أو سيدنا سيد كان يقول جلست في السيارة وقلت لصديقي اللي كان معي الحمد لله اللي بالأخير وجدنا رجل مسلم يحملنا إلى مقصدنا يقول السائق التفت إلي قال لي أنا مو مسلم أنا أرمني يعني مسيحي أنا مسيحي أنا مو مسلم يقول قلت لي إذا أنت مو مسلم فلماذا توقفت لي أنا رجل الدين قال في الواقع أنا لي قضية وهذه القضية أنه كان واحد من علماء إيران عالم معروف وزاهد ومقيد مقيد بالأوامر الشرعية أنا في حياتي شفت شخص واحد شاب من شبابي هذا البلد هذا الشاب كان يطالع كتب الروايات معاني الأخبار للصدوق علل الشرع البحار أي كتاب من هذه الكتب الرواية وحقيقة أي شيء موجود في الروايات كان يطبقه أي شيء كان في الروايات كان يطبقه وإلى الآن رجل متدين وطيب إلى أبعد القدود خسب ما أعرفه هذا الرجل كان مقيد حكومة ذلك الوقت يعني قبل خمسين عام أو أكثر أمرت بإبعاده من تبريز إلى طهران في اضطرابات اجتماعية أنا كن السائق السيارة هذا الأرمني يقول أخذ هذا العالم مرز صادق التبريزي وأكو ضابط مسلح وأنا السائق يقول أخذنا نطول مسافة من تبريز إلى طهران في هذه الأثناء أذن أذان الظهر يعني صار الوقت هو لاحظ الأفق شاف أنه وقص صلاة الظهر فقال للضابط أنه إذا شوي تأمر بالتوقف حتى أصلي صلاة الظهر والعاصر دقائق ونواصل المسير الضابط نهره ما قبل كلام يقول بعد هذه القضية بلحظات وإذا بالسيارة توقفت السيارة توقفت بلا أي سبب بدون أي عامل خارجي يقول أنا نزلت من السيارة أخذت أفحاص في كل مكان من السيارة أي عيب ماكو في السيارة يقول هو نزل الضابط من نزل راح كان هناك عين ما وشجرة توضى وصلى صلاة الظهر والعاصر ركعتين لأن مسافر يقول ثم عاد إلى السيارة قال لي الآن إذا تحب تحرك السيارة ما فيها شيء يقول أنا مركبت في السيارة وإذا بالسيارة تتحرك بإرادة واحدة من شخص مرتبط بالله السيارة تتوقف وبإرادة واحدة من ذلك الشخص السيارة تتحرك يقول أنا من ذلك الوقت أصبح في نفسي تقدير عظيم لهذه الطائفة ولذلك أنا في كل يوم أجد واحدا من هذا الصنف ومن هذه الطائفة أتوقف له وأحمله إلى أي مكان أرى فس حقيقة هذا هل كان معجزة؟ لا مو معجزة وإنما الكلمة هي هذه أطعني مو أطعني فقط في الواجبات والمحرمات حتى في المستحبات والمكروهات في هذه الأشهر الثلاثة شهر رجب وشعبان ورمضان نحن يجب علينا أن نزيد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان بقدر ما أمكن شوية ينتشل نفسه من المادة ترتبط بالمادة يصير تلوث في الروح في نفس الوقت الذي أنت مرتبط بالمادة توجه إلى الله وقل أستغفر الله هذا التطهير لهذه الروح ارتفاع لهذه الروح نحن مجبورين أن نتعامل مع المادة مجبور أن أنام أنا ما أتمكن ما أنام ولكن قبل النوم أذكر الأذكار المذكورة في كتب الأدب بعد النوم أذكر هذه الأذكار حين النوم توضأ من نام ولم يتوضأ بات جيفة إلى الصباح ومن توضأ ونام كان فراشه مسجده إلى أن يصبح هذا معناه إن نفس بالماديات تتلوث وطهرها بهذه المعنويات أتلو عليكم هذه الرواية بمناسبة هذه الأيام وأختم بها الموضوع يقول أحد الرواة والسند معتبر هذه الرواية سندها صحيح دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رجب في هذا الشهر وقد بقيت منه أيام هذه الأيام دا تنتهي رجب دا ينتهي شعبان ينتهي رمضان ينتهي الحقيقة مو هذه دا تنتهي عمرنا دا ينتهي والإنسان يذهب خالي اليدين والعياذ بالله تزود ولو تزود بسبحان الله لا تفوت هذه الكلمة كل وقت اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا قاعد قم صلى ركعتين شي ضرك وإذا ما هممت باللغو فاجعل مكانه تسبيحا أردت أن تتكلم بكلمة عادية يقول سبحان الله هي هذه غنيمة هذه غنيمة اللي أم الإنسان يوم القيامة تجي وتتوسل إليه تقول له أنا تعبت عليك أنا أرضعتك سهرت لك الليالي سبحان الله واحد أعطيني تقول لا ما أعطيك لأمك لا تعطيها سبحان الله اعرف قدر سبحان الله في ذلك اليوم فلما نظر إلي الإمام الصادق قال لي يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا صمت قلت لا والله يا ابن رسول الله أنا ما وفقت فقال لي فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته الرواية طويلة أذكر آخر الرواية قال الإمام قلت أنه قلت للإمام أنه أنا ما صمت لكن في الأيام المتبقية أقدر أدرك شيء من الثواب فقال لي يا سالم من صام يوما من آخر هذا الشهر شهر رجب كان ذلك أمانا من شدة سكرات الموت وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا التوفيق في هذه الأيام لكي نتزود ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر